اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم مغافر الصحة والعافية كتير جدا من المرضى بيظن خاطئ ان مش هيحس بالقلم بتاعه الا المريض اللي زيه والناس التانية دي مش هتشعر بيه ولا هتشعر بالقلم بتاعه ويبتدي المرضى مع بعض بعد ظهور بقى الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده يبتديوا بقى يعملوا ايه الجروبات بتاعت الفايبروميالجيا الجروبات بتاعت الغضروف الجروب بقى من ناس اللي عندها خشونة رجبة اللي عندها قلم مزمن جميل الجروب ده المفروض ان حضراتكو ممكن انك تاخد منه معلومات طبية سليمة مش تعودوا تشتكوا همكوا يعني انا مثلا لما كنت مريض بمرض معين لما بندخل على الجروب بتلاقي الناس عملة تشتكل بعض يعني الناس كلها بتفتفض مع بعض مش بتستفيد بانه هم يتبادلوا معلومات طبية صحيحة لكن بيعملوا ايه بيتبادلوا معلومات كلها معلومات تجارية خاطئة اللي بيبيع حزام واللي بيبيع مرهم واللي بيبيع مش عارف ايه فاصبح الجروب ده واللي بيطقطع الظهر بالعصايا واللي بيعمل حجامة واللي بيعمل الكلام ده فاصبحت الجروبات دي جروبات بيسوقوا فيها المنتجات الفشلة او يسوقوا فيها الحاجات الغير طبية او يسوقوا فيها الحاجات الجهلة الاهم من كده ان الناس بيعودوا يشتكوا البعض المرضى بيعودوا يشتكوا البعض وينشروا الرنين بتاعهم مع بعض ويتكلموا مع بعض كأنه مش لاقي حد في البيت يفتفض معاه واحنا في مجتمعنا العربي موضوع الفتفضة ده بيهم الناس جدا هو عايز يقعد يتكلم يتكلم فيه شهوة الكلام عندنا لكن سيدنا يعقوب ايه قال ايه انما ابث يعني عشان ما غلطش في الاية يبث حزنه الى الله يعني بيش تكيهموا اللي عايز تفتفض تقعد تفتفض مع ربنا سبحانه وتعالى تمام انما عايز تقعد تمسك واحد تشتكيله ماشي ممكن انت تتكلمي مع جوزك تتكلمي مع والدتك مع اختك تتكلم مع امراضك لكن تتكلم مع مريض زيك عنده نفس الالم زيك عنده نفس الهم زيك تقعده تندبه حظكه مش هتخفه انتو الاتنين مش هتخفه تمام غير ان انتو هتنصحوا بعض نصائح سيئة للغاية لان اللي رجله بتوجعه هيفكر ان مدام رجله دي بتوجعه والتاني رجله بتوجعه هيفكر انه عنده نفس المرض وهو لا يقول لك ايوة انا عندي الرابعة والخمسة زيه ايوة بس انت علاجك حاجة وهو علاجه حاجة ايوة انا رجلي اليمين بتوجعني زيه مان رجبتي في اخشونة زيه يا حبيبي بس انت لك حاجة وهو لي حاجة فارجوكو بلاش السلبية في التعامل ما تتلموش على بلاش المريض يتلم على المريض التاني عشان يفتفض معاه او يسألوا رأيك ايه خدت علاج ايه عملت ايه مفيش كده ما ينفعش لكن ممكن تتبادلوا الحاجات الطبية يعني ايه واحد يلاقي معلومة طبية صحيحة غير التجارية غير بقى الحاجات اللي ايه حاجة جديدة اخترعوا مش عارف ايه بيبيعوا حزام سيبك من الحاجات الوهمية دي مفيش حاجة اسمها اخترع جديد مفيش حاجة في الطب اسمها حاجة جديدة فاهم قصدي ازاي لكن في حاجة اسمها الطب اه انت عندك سقوط فريجلك لقي بقى انت هتعمل جراحة مليكش طب عميج يعمل جراحة بالمنزار يعمل جراحة مفتوحة يعمل يعني المعلومة الطبية اخيروا هعمل جراحة لان انت عندك سقوط فريجلك انت ما عندكش سقوط فريجلك هتعمل حقن وتردد حراري انت القلم عندك بسيط ما تروحش للدكتور خالط يعني نتبادل معلومات لكن نقعد يعني انت تشكي همك لمريض تاني انتو اللي تتم محتاجين حد يطبطب عليكو القلم هيزيد اكتر واكتر ولا شفاء في مجموعات الفيسبوك لا شفاء مش هيجيلك شفاء ابدا انت علشان تخف لازم تخالط الاصحاء لازم تخالط الناس اللي ما عندهاش قلم زيك عشان تخف لكن تفضل قاعد في وسط المرضى اللي انت منهم كلكم مش هتخف تمام اتمنى نصحتي تجد صدى وتفهموها سبحانك اللهم وبحمدك نشهدوا ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته